مرحبا اليوم بدنا نحكي حديث مهم كيف سنحول هذه المعركة والعنف والهمجي السائد اليوم الى دينامية لانتاج السلام والاستقرار الحقيقة نحن ضحية تخلف جهل فقر تعصب حقد وايديولوجيات متناحرة وضحية سلطات مستبدة فاسدة كلهم سوا مواضون ضمن مناخ من النظام العالمي اللا اخلاقي الفاقد للقيم يعني مشكلة اساسية القيم السائد اليوم السياسة الدولية هي الربح بغض النظر عن الانسان شايفين ازمات العالم يعني حروب كوارث بيئة بجرات سكان اكتزاز مناخ ما بعرف شو كله اليوم متداخل بصراع ومنطقة الشرق الاوسط هي المنطقة الاكسرة تعرضا لهذه الازمات من جفاف لا يلحق حروب اهلية لا يلحق حروب عالمية اللي صار اليوم انه فيه حشد حقيقي في مشكلة انفجرت وفيه حشد حقيقي لحلها حتى ما يكون الحل لصالح قوى الشر الشيطان ويكون حل لصالح قوى الخير لالنسان فشبنا كيف ننتصرف خلينا نشوف اول شي المحور الاساسي اللي انفجرت فيه القضية خلينا نشوف مصطفى البرغوتي شو عم يحكي عالشعب السوري طبعا عم يقول عن الكذب وكذا وانه ثانياه عم يكذب وهو الصح وعم يحكي على الجرحة اللي على جوتن اسرائيل لانها موضوع انا كنت فيه انا كنت فيه وانا كنت رحت لونيك وشفت الجرحة وشفت الناس وشفت الاخري وانا كنت من الناس المؤيدين لمبادرة حسن الجوار بقوله الـ Good Neighbors يعني انه فيه ازمة بسوريا خلي ادمه شي انساني ماشي الحان ادمه رسالة انسانية ليكون فيه مقدمة للسلام بين الشعوب شوف كيف بفكر مصطفى ينشر اكاديب سوداء هذا اسمه اعلام اسود يذكرنا بالاعلام الاسود الذي استعمل ضد العراق لتبرير احتلاله وقتل مليون عراقي في الاحتلال الامريكي للعراق عندما نشرت اكاديب حول اسلحة الدمار الشامل ثم قال توني بلير بعد عشر سنوات ان ذلك لم يكن صحيحا ولكن هل سيعيد الى الحياة مليون عراقي وهل سيعيد الكذاب ابي خاي ادرعي والاكذب منه رئيسه نتنياهو كل هؤلاء الفلسطينيين الذين يقتلون الان نقطة ثالثة لا بس فلنعوضح بقول عن داعش يصف حماس بداعش لا علاقة لحماس بداعش وعمره ما كان في علاقة بين حماس وداعش الذي كان له علاقة مع داعش اسرائيل الذي قام بنقل جرحى من داعش عبر الجولان المحتل لعلاجهم في المستشفيات الاسرائيلية هي اسرائيل اسرائيل التي كان لها علاقة مع داعش وهي التي عالجت جرحى داعش اثناء قتالهم في سوريا واثناء اعتداءاتهم على الشعب السوري الشقيق طبعا مصطفى كذب مثل ما كذبوا غيرهم ليش؟ لانه يخضع لأيديولوجيا عدو عدوي صديقي بما انه وهما يعني انه سوريا محور مقاومة فهو بده يدافع عن نظام السوري بأي شكل صح غلط ما بيهم الانسان ملو قيمة عنده انه هالانسان اللي عم يموت مالو قيمة يعني انه النظام السوري الوطني عم يقاتل مين؟ عم يقاتل داعش داعش يعني الشعب السوري داعش وبرر بهذه الكذبة مشان مصلحة صغيرة مع النظام السوري كذاب لمقاومة شي برر شو برر برر جريمة حرب جريمة ضد الإنسانية هي الأكثر بشاعة منذ الحرب العالمي الثاني يعني ضمير الإنساني كله يعني يعني لا يتحمله المهم فبدي أقول له يا مصطفى أنه الرؤية الأنبوبية ما بتزبطك تشوف المشهد بشكل عام ما لحقول لك يعني أنه أنت حضرتك يعني كيف نشأت القضية الفلسطينية وكيف صارت ومن الذي بدأ بالعنف وليش وإلى آخره ما تفدت لك بها التفاصيل مشان ما يقولوا عم جرم الشعب الفلسطيني لأنه المشهد ما كان هيك ببداياته هم؟ إسرائيل قامت نتيجة الحرب العالمية التانية جزء يعني أحد نتائج الحرب العالمية التانية كانت قيام نتيجة الظروف ودولية وإلى آخرية بالأول كانت الهجرات اليهودية كانت تتم ضمن القانون الدولي يعني بروحوا بشتروا أرض وبيعنوا فيها صار أنه صار أنه ناس ما بدهم يعني باعوا الأرض وما بدهم ذاكي عملوا انتفاضة عملوا ثورة عملوا مدرشو إلى آخرية حملوا سلاح عملوا سلاح وبلشت المشكلة منه أنواع وقت لتجاوزوا القانون الإنساني القانون الدولي قانون تنقل البشر وعيشهم في المناطق كما يريدون بالطرق السلمية العادية مثل أنت واحد بيؤديت طلب لجوء وبيأخذ لجوء أو مثلا بيطلع بيأخذ بيستثمر بلولة ثانية وبيطلع وكل الشعوب انتقلت وتغيرت وإلى آخر ما هيك القضية ما بتنشاف كانت بهذه ولا حلت ضمن إطار القانون الدولي للأسف مش مشكلة المهم اليوم جايين القوى الدولية كلها وحاجدة وإلى آخرية وبدأ تغير شو بتغير شو بتغير شو بتنصر آديولوجيا على آديولوجيا هذا بستفيد عدونا هو التعصب عدونا هو الإرهاب عدونا هو الجهل عدونا هو الاستبداد الفساد هذا عدونا وبالتالي نحن نستطيع العيش أنا كانت رسالتي في 2014 أنه نحن نستطيع العيش معان إذا احتكمنا إلى معايير وقيا مشترك نعيش فيها كلها هذه رسالتي وما تزال رسالتي اليوم العنصر الشرير الأساسي اللي عم يخرب المنطقة هو إيران حماس لو كانت أمينة للقضية الفلسطينية ما عملت هي عندها تخدم للمشاريع الإيرانيين إيران هي التي تسمم الشرق الأوساط وقت القام الشعب السوري ضد النظام السوري إيران هي التي دخلت وبيقوة لقتل الشعب السوري وتأجيره وقت القام الشعب اللبناني بده يخلص من حزب الله وكذا قتلوا الحريري وقتلوا جاد دعموا والآخرية وكرسوا حزب الله وقت القام تفتح تعمل سلام مع إسرائيل ومشيت باتجاه السلام من خرب اتفاق أوسلو هو حماس حماس صار تفجر باصات وتفجر مدرشو وتفجر 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 خرب اتفاق أوسلو وكانت النتيجة ما كانت كانت حماس والضف ومشروع الدولتين قائم إلا أنه حماس ركبت راسا نحرر كل فلسطين ونحرر المدرشو والقدس والمقدسات لخدمة لمين لخدمة لمشاريع أخرى وليس للشعب الفلسطيني يوم الدول الغربية بدت تتعاون مع الأنظمة المستودة من أجل فرض الاستقرار يعني كمان بدت تتجاوز حقوق الإنسان لا تكسب ود هذه الأنظمة نفس الشي لح نرجع نجد الصراعات ونرجع نجد المشاكل حتى ما تروح دماء كل هدرا يجب أنه نحط معايير كل ممنوع العنصري ممنوع انتهاك حقوق الإنسان ممنوع التعزيد ممنوع استهداف المدني ممنوع الإرهاب ممنوع الاستبداد ممنوع الفساد ممنوع المخدرات والجريمة والآخر لا إعفاء من العقاب لمين من كان ممن كان كون سنجد وسائل للعيش المشترك هائلة وتتقدم المنطقة ونكون مثال للعالم عندما عندما نحن نحل بطريقة جزئية أو نحل بطريقة أنه الأرخص حل الأرخص أنه الحل الأرخص هلأ بضرب حماس بضرب كذا إلى أكريب سبب أنظمة مستبدلة ستنفجر المشكلة بطريقة من الشعب الإيراني للحق الشعب التركي للشعب الكردي للشعب العربي للشعب الإسرائيلي للشعب المصري للشعب الخليل كلياتنا نحن ما في عداء بين حيث المبدأ وقادرين أن نجد أسوسائل العيش المشترك على هذه الأرض المشتركة يعيشنا العالية تاريخية رغم أني لا أؤمن بحق تاريخي أنا أؤمن بالحق حق الإنسان هو الأساس حق الإنسان في العيش الكريم الحر هذا بؤمن بؤمن فيه ولسا سنجد كثيرين جدا في هذه الشعوب لهم مصلحة حقيقية في هذا السلام إذا نحن عرفنا نشتغل وما جزقنا وما عالجنا مشكلة بمشكلة تانية ما عالجنا عنصرية بعنصرية ولا عالجنا يعني ارتفعنا فوق الجراح أدعو أدعو الشعوب كل للانتفاض اليوم في وجه الاستبداد والفساد وقوى الجريمة التي تسود المنطقة سياسيا وعسكريا قوى الجريمة اليوم وعلى رأسها النظام الإيراني والنظام والنظام السوري وقوى الإرهاب التي هو صنعها بالجهل بالتجهيل بالفقار بالعنف بالمخابرات كل منظمات اللي شايفين هذه منظمات الإرهابية هي صنيعة نظم الاستبداد والنتيجة من نتائج التخلف والدكتاتورية والاستبداد والجهل بده يصير في تنوير ثقافي واضح يصير في إصلاح فقه إسلامي وإصلاح سياسي إصلاح فقه إسلامي لكي يتجنب الإسلام أن يكون مصدر للفكر المتعصب والمتزمت والإصلاح السياسي لازم يكون أنه الدول تصير ديمقراطية حقيقية تحترم حقوق الإنسان إذا العالم إذا العالم اليوم مهتم بإنه يخلص من هالمشكلة ومهتم أنه يخلص من مشكلة الهجرة ومشكلة العنف ومشكلة التعصب ومشكلة الحروب ومشكلة الآخرية فيجب أن يكون هناك مشروع أيزن هور جديد للشرك وأوسط إجت القوات وإجت وصارت الحروب واندفعت الدماء واندفعت ليه حتى نبني شرق أوسط جديد مختلف يقوم على معايير وقيم العيش المشترك اللي لا بيتطهد فيها كردي ولا بيتطهد فيها سني ولا بيتهجر ولا بيصير هندسة ديمغرافية كله هذا في النهاية ليست حلول ولم تكون حلولا الحل هو الارتقاء إلى الحضارة الانتقال إلى الحضارة كله يتنسب والحل بنظام شرق أوسط جديد أمني وقتصادي وسياسي مشترك سوق واحد سوق واحد منطقة أمنية واحدة هذا الحل تأخذ الناس حقوقها وتعيش ونتقاسم الموارد ونتقاسم العيش المشترك هذا هو الحل المنطقي الوحيد لذلك أدعو للانتفاض في وجه الاستبداد داخل الشعب الإسرائيلي في وجه العنصرية في وجه الحلول اللا أخلاقية واللا واللا إنسانية نحن تحاول قوى معينة في المجتمع الإسرائيلي ترملة وأدعو أيضا الشعب السوري إلى الانتفاض في وجه النظام وإيران بشكل أساسي اليوم العدو الأساسي هو إيران السبب لا السبب أطالب الشعب السوري أن يستهدف كل الأهداف بسوريا وبلبنان وبالعراق أن تستهدف كل المراكز الحيوية الإيرانية التي هي سبب خراب المنطقة وسبب دمارها يعني دمرت القضية الفلسطينية دمرت سوريا دمرت لبنان هي التي تدمره وبتالي اليوم يجب أن يتركز العمل العسكري باتجاه تكسير أيادي وأزرع إيران في المنطقة وبعتقد الدول الخليج والدول العربية يعني قلهم مصلحة بهذا بهذا الهدف يجب أن ينخرطوا فيه من أجل السلام مش توقفوا مباحثات السلام لا ترجعوها وتقووها ليش بس تكون مباحثات لحل لبجاد سلام حقيقي تنعم به الشعوب السلام بين شعب وشعب وهذا اللي حكينا وهذا اللي دائما نحكي السلام بين الشعوب السلام مع أنظمة دكتاتورية ما بيزبط السلام بين الشعوب السلام يجب أن يكون داخلي وخارجي أيضا بدون ديمقراطية بدون حقوق إنسان بدون تنوير بدون ازدهار بدون حرية بدون سيادة قانون ما في سلام خارجي حيستسمروا بالصراعات حتى بتهرب النظام الإيراني بالمشاكل الداخلية بيخلق صراعات خارجية وشرحوا اليمين لإسرائيل كل يتبادل الشرعيين كل قوى الشر تتبادل الشرعيين وتبرر لنفسها أفعالها ووجودها وتضحك على الناس والخاسر الوحيد هو هذه الشعوب ابنك وابني وبيتك وبيتي ومستقبلك ومستقبلي وكرامتك وكرامتي ونعود نبكي على موتنا ونبكي على الرحمة ونبكي على الاخرية هذا هو الانتقال من البكاء والألم والعذاب والتشرد والإلاخري إلى حياة مستقرة آمنة هو عنوان عنوان المرحلة أنا بالتصوري هناك فرصة تاريخية يجب استغلالها لازم يكون واضحين تماما اليوم نحن الصراع ليس بين العرب واليهود وليس بين الكردي والعربي وليس الصراع الصراع من أجل الحضارة من أجل إنساني من أجل قيام المشتركة هذا هيك لازم يكون هدفنا في هذه الحرب اليوم ونختار المكان المناسب وأنا أتمنى من مقاتلين وأهلنا وأخوتنا أنه يستهدفوا المواقع الإيرانية في سوريا لأنه هو هادي الفكر العنصري الفكر المتزمت الجهل التخلف المساعي للنفوذ والهيمن والسيطرة وما بيصير ما بيصير كل الناس متساوين في الحقوق كل الناس المعايير الانتهاكات حقوق الإنسان بغض النظر عن المنتهك وبغض النظر عن الضحية لا يجب أن نبرر أي انتهاك حقوق أي قضية بتتخدم وسائل تتناقض مع حقوق الإنسان ومع القيم تعتبر تعتبر أيديولوجيا سيئة شريرة الأساس هو الإنسان الأساس هو العيش الأساس هو الخير الأساس هو التبادل تبادل المعارف وتبادل المصالح وتبادل الخيرات وتبادل العيش والعيش المشترك وليس الأساس هو النفخ في الحقد والعنصرية والتعصب والتجارة فيها اللي تاجر بقضية القدس واللي تاجر بقضية المقاومة واللي دفعت تمان الشعب الفلسطيني أولا والشعب السوري ثانيان والشعب اللبناني ثالثا والشعب المصري والشعب الإسرائيلي والشعب الأخير كل هاتنا عم ندفع تمان التعصب والجاهد الأخير خلينا نتربى نتعلم من هذه المشاهد البشعة والألم والبكاء اللي بكيناها والأمهات اللي عم تبكي والناس اللي عم تصرخ والناس الخايفي والناس المهدد بتهجير وبترحيل تحت القصف وتحت البراميل خلينا نفكر كيف ننهي كيف لا نورس ذلك لأحفادنا وأولادنا فإذا الشعب الإسرائيلي والشعب السوري والشعوب التانية فهمت هذه الحقيقة ستجد طريق مفتوح إلى سلام واستقرار في المنطقة بعد أن تنتهي دخان هذه الحرب التي يجب أن تسقط فيها أولا النظام الإيراني ثانيا الأنظمة الأخرى المشابهة التي وجدت في الشرق الأوسط وهي سبب المشكلة الأنظمة السياسية على مستوى الشعوب يمكن بناء مصالح مشتركة وأهداف مشتركة وهي دي رسالتي وهي دي مهمتي مهمتي أنه اليوم كل واحد متعصب نوقف بوجه كل واحد عم ينفخ بالحقد وينفخ بنار لكن ما أقف بوجه ونسقط كل الأنظمة التي تتاجر في هذا والتي تمارس ذلك ما حدا يفلت من العقاب ما بيصير حدا يفلتنا العقاب بارتكب جريمة جوا بارتكب جريمة بر ما بيصير حدا ينفخ بالتعصب للآخرين ما مقبول من تحت أي مبرر أنا بدي أنصر أهلي بدي أنصر من لا ما بني أنصر أهلي بالغلط الغاية لا تبرر الوسيلة الغاية الوسيلة هي غاية بعد ذات لا تبرر الوسيلة هذا هو اللي حبيت أحكيه اليوم رسالتي أنه لازم نحن نشترك اليوم جايين دول وعم يشتغلوا ويحاربوا لازم نكون الشعب السوري ما تستنوا أنه هن يحددونك مصيرك لا كنت إسرائيلي ولن كنت عربي ولن كنت سوري ولن كنت الآخري ما لح الدول مو فاضية ولا عندها لح تجي شوي وتروح لكن نحن بقى زعبنا الفراغ وعملنا بنينا شيء لنا لح يدلل فأنا أدعو للسلام في وسط هذه الحرب السلام مع نفسنا مع الآخرين مع أولاد بلدنا ثم مع دوتنا لا أدعو للحرب أدعو لأن تكون هذه الحرب موجهة باتجاه صحيح لكي تنتج سلام لكي تنتج استقرار لكي تنتج تعاون وزهار حتى تكون هيك لازم تكون معاييرنا واضحة جدا لا للتعصب، لا للعنصرية، لا للحقد، لا للإستبداد، والفساد، والكذب، والنفاق، والإلاخرية، فرد معايير واحدة تنطبغ على الجميع من أجل مستقبل آخر لمنطقة شربة وسط فقابدنا شبابنا يباشروا عملهم في الجنوب السورية لكي نجنب سوريا مزيدا من الدمار ولازم نكون نحن شركاء في الحرب على الإرهاب، والتعصب، والعنصرية، والجهل، وضد كل من يرتكب انتهاكات بحق الإنسان، أينما كان هذا الإنسان، ومهما كانت قويته، ودينه، وطاقفته، وإلاخره هذا الحل اللي بديفرض نفسه في النهاية، هون المصلحة البشرية، مصلحة الشعوب، حتى ما نضطر لحرب ثانية، وحرب ثالثة، وحرب رابعة، يجب انه هاي الحرب نستفيد منها بهذا الاتجاه، ونشتغل بهذا الاتجاه، يتبع ترجمة نانسي قنقر